السلام عليكم سوف نكمل الجزء الثاني من الهيستوري تايكينج اللي هو نكملنا الجزء الاول الانفورميشن والشيف كوملينت البرزينت اولنس واخذنا الرفيو اوماس سيستم اللي هنا القاسرو القاسرو انتستينال والكارديو والرسباراتري جينيتو يوريناري همتنا هذا يعتبر بالرفيو او سيستم او اذا عندك احناد انه راح تحلل هم بهن هذا جينيتو يوريناري يعني اذا هو حالته موجودة بالشيف كوملينت راح تفصل جينيتو يوريناري وين بالشي اسمه باللبرزينت اولنس اذا لا هو مدارة شي مرتبطية فانتناهات كتب البرزينت اولنس راح تكتبه بالرفيو او سيستم تمام فالجينيتو يوريناري سيستم هو هذا وين صار راح يصير عندك لوينبين او سيوربيو بيو كبين نوعي ان هو هذا الالم يصير بالخاصره ويجي اسفل الظهر يصير وبعده سيوري بيو كبين تمام؟ هذا الالم راح تسئله عاليه تشوف انه عنده بولي يوريا بالنسبة بولي يوريا يعني تكرار متعدد الحجم الوريناري راح يكون هواي يعني اكثر من 3 لترات باليوم يصير اكثر من 3 لترات باليوم هاي بيصير بحالات الدايباتة والدايباتة انسيباتة يعني السكري مرض السكري و السكري كادة بهماتي هاذي شنون هاي البولي يوريا اما الأولي يوريا هو عنده ادرار بس الادرار ما تيكون يعني شان قليل ادرار بس الادرار و الادرار و الادرار بس الادرار يعني هانا الكل يوم راح بس اقل من 500 مال تمام؟ هذا يعتبره اولي يوريا يعني شي قليل راح يصير اقل من 500 مال اذا اقل اكثر من 3 لترات هذا الشيء اولي يوريا اقل من 500 مال هذا اولي يوريا اولي يوريا هي اقل من 50 مال مو 550 هذا يعتبر اولي يوريا اولي يوريا يعني ما عنده تبول هنا بنهائيا تمام؟ لذلك هذه الصحولة شا اسم اولي يوريا هذي اما هو يعني بس 50 مال يعني اقل من 50 مال او هنا وما عنده absente of urine تمام؟ هذا يصير بسبب urinary tract obstruction هذا الاني يوريا تمام؟ اذا الاني يوريا اقل من 50 مال الكل يوم وهو شنوه اما اصطلا ماكو هنا بابسنت اوف يورين رفلكت يوريني تراكت اوبستركشن بسبب شنوه يوريني تراكت اوبستركشن الفركوانسي كم حدا ساعدنا البوليوريا يعني اكثر من 3 رات أوليك يوريا اقل من 500 مال انيوريا اقل من 50 50 مو 550 مال ونصير بسبب اوبستركشن صاير عنده زين الفركوانسي هنا رح يكون مكتوريشن مور اوفين ذان بايشنس اكسبكتيشن يعني هنونا يعني هو مو ما لا علاقة بالحجم مال اليورين لا هذا مجرد انه التكرار قد هو عدد المرات اللي راح بيها للحمام يعني رح يصير بيها تكرار مكتوريشن مور اوفين بايشنس اكسبكتيشن هالي فركوانسي يوريجينسي يوريجينسي هنا نشي رح يكون شون يصبح وهي استعجال يعني بسرعة يعني يجي مفاجئ انه هذا يحس انه هو يريد يروح للحمام شي مفاجئ يعني مو شوية شوية انه هو حس انه يريد يروح لا بسرعة يجي يجي احساس مفاجئ يعني يصير عدد يورينايشن تمام الانكوتينينسي هو هذا عبارة عن انولنتري لكاج اوف يورين يعني هنانا خروج اليورين رح يكون خارج عن السيطرة تمام هذه اما بحالة سترس او الحالات اليورج يعني مباشرة هو خارج عن السيطرة رح يصير اليورينايشن ماردة تمام اما بحالات سترس او بحالات يورج النقطوريا هي نقطوريا هي دفانيد AS ويكند آت نايت تو فايد يورينا هنا لنكتوريا يعني شنوه يعني يقادم للنوم من اسمه نكتوريا نعرف انه اي شي نكتش بداية نكتش يعني شنوه يعني شنوه يعني شنوه يعني اليورين يقادم للنوم تمان حتي روح للحمام و تؤفايد يورين تمان حتي فرغ اليورين هيمات يوريا باول شي هيمات يعني شنوه يعني بيدم هيمة يعني دم هيمات يوريا يعني دم باليورين في قلبك بريزنس of blood in the urine تمان مايكروسكوبك ممكن نشيبه بالographic انه تحل له عن طريق Urinaleases مع طريق lmicroscopic انه نشيفه specimens في السễه المجرد Burning Macction dyneategory ؟ يعني هنا dyneometry ديوريوية ؟ بنتهام اي شيني لم اي شين nai ar齿 لتي سيعمل y ön يعني شو رح يصير هيش قلة يعني بها متنستدانسي بورستريم بوست مكتوريشن دريبلاينج ويوريثرال ديشارج او كل شي هو شو بورستريم يعني شون هيش المجرى مالتها رح يكون ضعيف يعني ما هيش يعني هاي قصده بوست مكتوريشن دريبلاينج يعني بعد ما ينهي المكتوريشن الادرار بانه هاي شون يعني يبقى تطلع قطارات يعني من الادرار هيش يعني تبقى قطارات تمام؟ يوريثرال ديشارج اي افرازات مالي يوريثرا اما رح نجى هذا اهم سيستم هو بيهن هو سنترال نيرفول سيستم اصعب واحد بيهن هو سنترال نيرفول سيستم اول شي عندنا هو بيه الهدك اذا مريض عنده هدك اش راح تفصل عنده الهدك ان انتش انتو جينرال كوششنس اوف بيهن راح تسئله جينرال كوششنس اوف بيهن راح تسئله جينرال كوششنس اوف بيهن اللي احنا نعرفها ماسوكا رايت تمام؟ ان كيس اوف هدك يو نيد او اسك اكسترا كوششنس يعني اوكي سألت عن البيهن بعد راح تسئله عن هذي الاكسترا كوششنس اللي هي اول وعده انه اول مرة صارت عنده الهدك اول مرة صارت عنده اول مرة صارت عنده ما تقوم بتدا تسئله كده اول مرة اسفاء ينطع جهل جميلة من راسي ويضع ايده على غوسته جينرال بيهنوا انت راح تقول لي ان كل هاي صداعات متكررة عندك نفس هذا المكان نفسه المنام نفس الشي بالضبط نحن اتسئله او قل لك ان انا اصدار عدي ولكن في الطاقة كانت حالية qui essa é a sua the quality حالها انت من ك efda لا تستطيع الاعتقدار بشكل طبيعي ماذا يمكنك تنمشي ومستطيع أن يسالفه لك يعني يقولك من عاميك كثير ما يجري ما تدرسوهي شي وما تدررم ما تدررر اكل ما تدرق وعودوية فلان يجري أن يعديلك هو من هنا ما يحسي لك هذا الشي ماذا يكون بين يونيلاترال أو بايلاترال تقول لك أن المنزل هذا يونيلاترال أو بايلاترال يعني أنت تشعر بس من الجهة اليومية لو جهة يونيل ويسرى لو بس من اليسرى يعني شنو يوني وحادي لو بايلاترال من الجهتين تقول لي Is the headache Discipline or not? Is the effecting the sleep or lifestyle of the patients? يقول لك ان هاي يعني هو اكيد يعني نفسها الحجة كنية مالسبرة تحددها يقول لك ان هو راح يأثر لك عالسلين وعالنوماته و راح يأثيرك على حياته للباسين بعد اسوك يجد فيتشارس راح يرتبط على فيتشارس مثل اسوك يجد فيفور ناكبين راح يعني علم بالرقماته راح تصير يقول لك عالسلين و راح يصير عده حركات يعني مطبيعية راح تصير مثل مشماته مطبيعي حركات ايده مطبيعية عيونه جسمه كله يعني هاي بنا راح يصير عده بالاطراف ويكنيس ضعب بيهن سكالبين يصير عده الم بالفروة من الراسه يعني هاي عراض ما الرؤية يعني يصير عده مثل يغوش وش يسوي يعني وانه شي يصير بيهن الرؤية ماتت تمام لا كيف تغيير موضوعه؟ يقول لك انه هاده راح يتغير لمن يغير موضوعه مثل مرات واحد قاعد يحس انه صداع عنده نامي شويه يغير موضوعه تمشه وقف هيدش يعني اتغير ويه البوستشين ماته هو هذا الشي اسمه لهدك؟ اثقائت ورس في حالة ويكينغ يجيلك انه صار اسوأ لما يمشي او او لنقضي او ويكينغ يعني صار اسوأ لما يقوم ويكينغ لما يقعد او لما يستلقى شو كده يصير اسوأ لما يقعد لو لما يستلقى على ظاهرة اي شو كده ارتبط لكا او بوميتنغ طبعا اذا ارتبط ويه او بوميتنغ او انه عندي هيدك او اي شو انترا لنروس سيستم وقال لك او بوميتنغ فقال لك شو السبب معنط هالووميتنق انها تصير عنده راح تقول لها انه فيتجرز اوف انكليز انترا كراين برجر طبعا هاي تجابيها السؤال واحدا من البنات اليوم نقال لهم شو السبب بالووميتنق معنتهم ليش تصير بسير بالسيطر النرفة بقول لهم انه عنده انه فاتي فيتجرز اوف انكليز انترا كراين لبراجر من ازداد الضغط داخل الانترا كراين لبراجر رح يصير عنده vomiting تمام زيان هذاني بالنسبة لهدك الاسئلة تاخذين على الهدك اول واحدة شونا قلنا اول شي رح تتفصل البيت تمام بعدها رح تشوف تقلع عندك المتكرر هو اصدار متكرر نفسه اذا تشوفه يشابه quality severity تشوف البين يوني لاترال و بايلاترال تشوفه ياثر لك عن نوم لو على الفيستال الحياة ماتة اسوكيد السيمتوم زياني تعرفوهن اللي هنا بالنسبة للهدك بالسنترال نروس سيستم بعد شونا عدك بالسنترال نروس سيستم عندك اللي هو السينكب Standard jobs السينكب هي عمال عن اللسك والديك بسبب بسبب يعني السيرب الاسبётся ما يصدر إلى الدم؟ يتم هذه الطلوبات لارغة كلام جديدة وكل واعي وقع بس ما فقد الواعي بشكل كامل البرتغو البرتغو هو عبارة عن false sense of movements oneself or the environment يقلك انه راح تشوف يعني حركة خاطئة يعني انت راح تشوف نفسك الدور تحس نفسك ان انت ده الدور بمكانك بس انت ما بيك شي ذلك صحولها false sense of movements احساس خاطئة او انت تشوف الدنيا الدور حولك يعني هي دائما لو انت الدور لو دنيا الدور حولك هو هذا البرتغو فاذا حسيت بهذا الشيء يعني هذا البرتغو تقول انه عنده البرتغو هو false sense of movements on oneself or in the environment يقول له very important to ask about the secreted undedness مثل treemore hearing environment يعني انه راح تشوف treemore عدة رعشة hearing environment سمع ماتة تمام ما يصر بيش يعني ما يقدر يسمعوا هذي اختلال بي air vein راح يصير عدة ألم بالإذان ماتة or specific precipitations by head movement يعني الفتعة عدة حركات مخاطصة بال head movement الرسمات يعني راح يكون يتحرك بحركات يعني مو تمام هاية ازين انيو ميكنيس راح تشوف عدة اي ضعف بأي مقام من جسمه ايو ميكنيس راح تشوف عدة اي ضعف بأي مقام من جسمه اني براستيزيا 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 تقدير يعني سردها خدر راح يشعر pen's or a crawling يعني هن شان تخصدهم بذنى شان تحس شان هي ش تنميل شايفين من واحد يقول شان تشكت وتم شايفين مراس منتقعد فترة طويلة ووهذه ها هي دعم أصر برجلة فهي هاي بارستيزيا تمام وانت من تكتبها طبعا اكتر شي ما تكتب بارستيزيا تكتب فالنق بانس نيدلز أو كرولنج سنسيشن مجرد احساس تمام فت سيزار هنال فت و السيزار شوني يعني هونه شون شون نوبة الصراع راح تصل عدة شايفيها هذي كلك مصلي ذهي ستوري مجرد احساسي يعني اغلب شي انه تاخذ ان الوتنس ان الوتنس سمام اول شي what happened before the episode بري اكتل اول شي تشراح تسوي اول شي تراح تسئل عن بري اكتل يعني قبل نوبة الصراع يعني شوني كانت عدة اعراف قبل اتصر عدة غير نوبة الصراع what happened before the episode قبل هاي النوبة شوني صارت عنده الاعراف what are the aggravating factor اول شي اذا قبل قبل هاش راح تسئله راح تسئله what are the aggravating factor like sleep يعني شنو اللي تفاقم هذا الشي sleep deprivation فاتيغو عنده فاتيغو يعني تعب عنده الكحول مثل هو شوني ياخذ كحول وبعدها انقطعها يعني انسحاب اعراف عنده انسحاب من الكحول ذلك صار عندها فاتيغو او الفت او السيزر تمام فهذا من الاسئلة تسئله عن هنا اللي هنا مثلش sleep deprivation والفاتيغو والكحول وذلك او السيزر يعني اي احساس او مو طبيعي مثل proceed the fit like epigastric pain يعني هنا يحس انه epigastric pain مثل funny smelling sensation this is called aura هنا هنا funny smelling sensation اسحولة او رباع وهنا هنا شو رح يصير عدة اختلال بالسمع او لا امو وهي شي ها هنا رح يتخيل يعني هنا يتخيل نفسه انه يسمع امور يعني ضوضاء كلش عالية يعني مثل واحد يصالف عادي بسيطة يحس ان الدنيا يعني الناس اللي حرده يصيحون يحس انه ضوضاء دائما حوله هذه شغلة شغلة ثانية رح يحس انه اكو الصور تخيلات يعني رح يتخيل تمام يعني رح يتخيل امور هي ما موجودة بس يعني تخيلها فهي يجريك انه funny smelling sensation هي يسحوله او را تمام و ابي كاس ركبين ها ما تمكن يصير fit like ابي كاس ركبين تمام هذي الابنان الفلنكس يعني شعور مطبيعي رح يصير عدة اذا هسه اللي بري اكتر يعني قبل لا يصير عدة هذا النوبة مال السيزر شرور رح تشوف رح تسئل عن اجريبانيك فاكتر مادة شرور هي رح تسئل عن الابنان الفلنكس اذا هو يتخيل امور مطبيعيه fit like ابي كاس ركبين و funny smelling sensation اللي سحولها او را تمام و تهابين during the abnormal episode اكتر الاكتر هي هاي يعني خلالها يعني خلال النوبة مادة تسوى عرض لسانه loose of conscious و قد الوعي مادة شو ناسه كلها رح نسئلهم اوه شغلة what is the description of that episode بصف لياها يا عاية شون تانت description ما هادي الابسود نوبة مادة بصف لياها ثاني شغلة رح تقول loose of conscious اوه شغلة فقد الوعي مادة فقده بشكل تان طبعا فوقدان الوعي اي اه اكو يعني اذا هو بس وقع و فقد الوعي يعني انت رح تسئل انه فقده بشكل كامل كن ما يحس باحد نهائيا كن بعد نام يعني هنا هو نهائيا ما يحس باحد و هذا ليس of conscious اذا مرات واحد يوقع هو وقع اوكي بس يعني اه نقول انه يحس بالناس اللي حوله فلان يصيحة فلان شبيك ما عرف ايش و من يحس بيهن يعني هو ما فقد الوعي بشكل كامل تمام هذا ما يعتبر loose of conscious هذا يعتبر اه شه اسمه ديزنس 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 اذا ما فقد الوعي بشكل كامل اذا يحس بالناس اللي حوله لذلك فانت تسئلة تسئلة تقوله انت حسيت بالناس اللي حولك منه قاعد وشقد استمرت هال loose of conscious فهي هذي قد جنا حالات يعني دائما غالبشي بالتركيا هالحالات loose of conscious اه الحركات اللي مطبيعية متراحة تسجلها يقلك يعني خلال النوبا ماتة حركة مطبيعية تسئلة عنها which part of the body is involved اي جزء من جسمه هو ضمنه هذي الابسود يعني هاي النوبا مني نستنع الده مثلا يرجع وهذي اي جزء من جسمه كل جسمه شنو هاي يحكي لك عنه فور هولا تكون فلوشن كونتونيوز شقد المدلة اللي يستمر بها هذي النوبا ماتة تمام؟ هذي هما تنتسيلي عني اي تغيير اللون ماتة تغيير اللون ماتة اللي هو قلنا انه هو سينوزس هو عبارة عن بلوش دسكالريشن أو سكن تمام؟ واندي ميوكاسمي بران اه يعني السكن هي ميوكاسمي بران لكن خبطت عليها المهم من دسكالريشن هاي ياما تكون سينتر السينوزس ياما تكون برافرا السينتران كنتوكم انه بالليب وبالتانك يعني بيش يفايفه باللسان هذي السينتران يعني خلال نوبا تسرع شويت انه لسانه شفايفة زورك تمام هاي رح يصحول السينوزس السينتران السينوزس اذا مثلا اه صار عدة هو هذي سينوزس بس بالاطراف ماتة بايدية او بالرجلية وهذا بيعرفها سينوزس يعني انفلنترية يورينايشن او ديفيكيشن مثلا هو خلال هذي النوبا ماتة صار عدة هاي هاي تسرع يعني سرع دورينايشن خلال انه هاي النوبا ماتة او صار عدة ديفيكيشن تمام ها ها هي علامة ميشن او انجوري طبعا لانه كوله ما مهمات انه سينوزس و التونيشن و التونيشن و تونيشن يعني عضا اللسان ماتة دائما هاي تسمعوها انه خلنايديها م بحلقه حتى ما مشنون فعا ينعني موك واحد يعرفها النوشن هو يقول له انه هو عضا السانة ميشن او سوا انجوري بنفسها او ما 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 شده او الاhou هنا انا بعدها ستكملت هذي اقول لها لحاجة هذا خلال نوبة الاكتاء يعني خلال نوبة مال الفت او السيزر تمام فهي هاي خلال نوبة مالتها حيش نعن اللي هو شنوى ادسيكربشن مالتهلوس او كونشيس ابنرم الموفمينت و اي تشانت صار بي كالر الولنتاري يورينايشن او ديفكيشن اه تانجويت او انجوي تمام والشي اسبع ابنرم الموفمينت فيها شنوى والموفمينت بالده موالدة اصلا متشون اى ما سيحدث بعد احداث اش راح يصر عدة بعض هذا الاحداث يعنى بوست اقتنى .بعد ما هو كملت عندها وقت الصراح ورا ما صار عندها راح تساله انو اساكيت اى فيتشارس يعني شنوى صار عدة بعدما قاعد صار عندها هيذيك وصار عندها فيفار مموري الدستور بانسس فقدان بالذاكرة مو فقدان يعني طرابات بالذاكرة نعم شون مقدار هيشي مو تمام رح تصير عندها. رح يسعدي ضعف بالاطراف ماته. او براستيزيا وصار عند شون تلمول او خدر. تمام اذا بعد هيا اما رح يسعدي رح تسأل بس عن الاسكالي فيترز. اللي يصير بعد البوست اكتل. تمام اللي هي الهدوك والفيفارينواريدو تربانس والبراستيزيا. ابنورمال سبيتش. اسا شنو هالي كله كملنا عن السيزر وش اسمه? او الفت. كملنا عن يهن. تمام? هزا ادوار شنو هوا ابنورمال سبيتش هذي بالنسبة للسنترال نورفاستيزم ابنورمال سبيتش. وابنورمال موفمية حركات يعني مطبيعية تريمور رعشة راح تصير. تسأل هذي يوني لاترال وبي لاترال. مراتب تريمور تصير بجهة واحدة يمين او يأسار. فتسأل هذي من طرف واحد او وين يو استراش يور هاند. مثلا تصعد راحشة بيده. تقول له انو هذي يعني اه استراشي يعني لمن هو يمدد ايده او لمن عند الراحة. هو عند الراحة صارت عنده لو بس من يمدد ايده يجسر براحشة هاي. هل ماذا يطور الولاع? هل ماذا يتطور الولاع? يعني هذا الشي تريمار يضمن لك الهدو التنك الراس ماتة واللسان الولاع دانس لايك موفمينتس كوليرا كوليرا ننجبتها هنا كورا كوريا مدرش اسمها المهم هي هذا الدانس لايك موفمينتس هي هاي شون الرقص قصدهم فاثر حركك كأنه دا يرقص تمام؟ بعد شنعدي تغييرات راح اصير بسلوك ماتة لوس اوف مي ماري فقط ذاكه لع لوس اوف مي ماري فقط ذاكه لع الرؤية مالتا شون التاس تتذوق الهيرنج بعد شنعدي مريضة ذاك الاسبوع لوس اوف مي ماري فقط صوت مالتها ماتية ف هادي هامتين بسلوك مالتر بلدر هامتين بول عند فانيكشنال دستور بانسيس بلدر والبول فانيكشنال دستور بانسيس بلدر و البول فانيكشنال دستور بانسيس لطلبات الي راح اصابيات غيات change تضمنها بسلوك مالتاكم السلوك مالتاهم و غيت بانس هنانه غيت يعني خلال الماشي و توازن وأنه يجد بسطور الوزاحة ونمشي الم St contribute المهم يهلم أن المسكولياتية تحت ملك العضام وعضلات التي تستطيع جينت فيها الزمي الزمي جينت مثل ايه مصالبين البون بين المصالبين مصالبين ايه مصالبين جنراليزي طرابات خلال المشي ماتتي اتتتحان شاهدوا احنا هناك هنا احنا احنا بالسنترال في اغلبها ايه سنترال اغلبها يشاهدوا سوف نسألهم بالأمور الثانية يعني بالسيستمات الثانية إذا كانت نظر نتشوفكم لاتمالاتنا الأمور اللي صاروا يا سابقا طبعا هنا راح تفصل كم مره هو جاء للمستشفى أمور صار لعشر ستين ومعرف ايش أمراض مو يمسال فاصلا تجي تعددهن ومعرف ايش أمور مثلا نفس المراض مثلا صار عندها سابقا هي تشو أمور يعني أو أمراض ما صار لها هواي هو اوكي راح تفصل بس أمور ما صار لها هواي تمام؟ فهو ماني تانس هاذ امت ادمتها إلى الهوست ما كانت مدرسة المدرسة شو نمو سألو اللي خلا يدخل لمستشفى شو نمو يا مستشفى هذي ما كانت مدرسة المدرسة شو نوع الانفتغيشن اللي سواهن تشخيص أو التحاليل اللي سواهن كيف حدثت مدرسة المدرسة تمام؟ هل هناك أي مضاعفات؟ هل هناك أي مضاعفات؟ أسألت بسيئة عن المدرسة المدرسة غالبا نشوف البصمتك على الهترى غالبا انت تتجنب كل هذا الحاجة بالأول شيء بالأحمر ومباشرة تتحدشيه عن الجسمة عن المدرسة المدرسة الأسكيمة الهاردسم يعني هم هم هناك مهمه هم هناك ثم تذكرهن أغلب شيء is the patient has a history of chronic disease إذا البحشت عندها 'sturi or chronic disease مثال student need to ask following questions about the disease مثلا the patients have evotations since 2011 او 2012 يعني شنو يعني هو من 2010 صار عده هذا المرض يقول لك الآن الانتصال كيف تكتب تكتب يعني شن عند رح يوصف لك ياهو وهذا شنو وهذه وشنو الادوية اللي ياخذها طبعا الادوية تكتبها الادوية تكتبها بالباست يعني يقول لك باشي طبعا تكتب الادوية تطبع تلك بعد هنا اقول لك انو شنو هي الادوية اللي سطرت عليها الآن ومعرف بس هو على الاغلب الادوية تتخليها هنا عشي تخلي بالباست في عن اغلب انو تقول بس الامراض ما لتتتحدد هنا هنا وش تسمى الادوية تقف هل باست تريتمت هستول بعد أكو شغلة شون هي نسيتها شوفوا مثلا شون عندي مريض قال ستون تشخص قبل سنة قبل سنة هو مش شخصي وهذه بس متعد عد أعراض هملها وما سوى لها أي شي هو قبل شهر يلا صارت عدة الأعراض وصار يأخذ أدوية لها وبعد ينسوى العملية ورا هذا الشهر يعني بهاي المدة سوى العملية المهم أنه كان قبل سنة بشخصي فأني ما قدر أكتبها بالشي اسمه بالبرزنت الناس وان قال ديبتون أنه أكتبها بالباست ميديكال هستوري تمام فهو نفس المرض ونفسه قال ستونز تمام فأني ما كتبت أنه التشخيص ما عليتي هناك كتبت التشخيص لأنه كان سابق أكتبه بالباست ميديكال هستوري وهو ما لنفس الحالة تمام فهي تعمور هماتي يعني إذا هو بشخصي سابقا تقدر تكتبها هوين بالباست ميديكال هستوري تمام وبعد شنو عديه وقدت لكم أنه هي الكرونيكال ناس هماتين تكتبها هنا هنا باست سوريكال هستوري عمليات عادية هاي ما بيهش بترد أنه أي عملية سابقة تكتبهو وشنو هي والبيوبسي هماتين تذكرهن إذا مثلا ما ياخذ بايوبسي أو ما ياخذ فد منظار كولونسكابي كولونوري انجوغرام أو إنترادفينيشي إذا مساو قصطة راحا ما بيهش تذكرها هنا بالباس سوريكال هستوري فأسك باوت أني سوريكال أوبرايشن ميجر أو مينار يعني سوأكت ميجر أو مينار ميجر أو مينار ميجر بي داون فرد بيشن انو موش هسبتال انو ووز بسوريكال هاي ما لكم علاقة بي هنهائيا جوبا لكم هنا سوريكال إحنا ما لنا علاقة بالجراح وهذا الشيء أصلا نقولون انو يحاسبنا عليه قانونيا انو إذا احنا لنكتب اسم الجراح التي سوى Здесь العملية ما لنا علاقة بالموضوع تمام اسمه وانا علاقة بي أوكي تكتب اسم المشتجلي اللي سوى chance palmry اللي سوى للمريض تكتب اسمه العملية بنسجره مالل علاقة به what was the key of anesthesia شنو هي نوع الانستيزيا التقدير كان موضعي hay local logign stud مشAh ه Low term تكتب اسم العملية تكتب نوع التقدير ولي كان بيها hay local logign stud بعشرة تكتب تكتب بأي مستفى كانت عن المدى اللي ضل بها بالهوسبتل كانت عندي مضاعفات يعني من سوى العملية لو ما بيشي اسك ابوت اني بروسيجر دون فردبينشت لايك اسوفاقياس كاسروسكوبي ودسأل بعد اذا سوفت اي بروسيجر ثانية مثل اسوفاقياس كاسروسكوبي يعني ندخل في المنظر الاسوفاقياس تمام؟ او كاسروسكوبي او كوروناري انجيوغرام او انترفينيشن بعدها ما تنسل على البييوبسي اذا ما اخذ خزعة خزعة مالليفر او كيدني بايوبسي اذا ما تنسل عليها اذا راح تاخذ العملية وتقول بها مستشفى هي العملية وتقول هاي لوكال لوجن رايزد تقول شقد استمرت العملية يعني شقد بقى بالمستشفى وبها اعراف ذولع وتقول بعد شنوى المنظر ذائم سوى اي منظر كاسروسكوبي كولونسكوبي كولينري انجيوغرام والبييوبسي الخزعات سوى كانوا اكترون كال صورجيكوبي كالترونية وتقول في الواقع كالترونية حسنا هذه النسائية كيف حالات địة لديها كم مرة يصارهم كم مرة تساعد كم مرة تساعد التحامل تملك علاقة اذا هنا كل انجاباتهم يعني الاطفال للدنيا وعاشوا او اجهاض التأور الشغلة بس تحسب كمرة صارت حامل سواء كانوا اجهاض صار بهم مع جو للدنيا سواء كانوا جو للدنيا تحسبهم كلهم نفس الشي number of pregnancies كمرة صارت حامل and what was the outlet where they any complication عندها فد اي complication خلال هذا الحمل مالتها صار عندها بروتيني ورية يعني بروتيني يطلع بالورين او برغنانسي اندوكيد هايبرغليسيميا مرات البرغنانسي ادي الى هايبرغليسيميا نمبر اف دليفرز عدد الدليفرز اللي اجابتهم يعني عدد الولادات دليفرز ولادات الطبيعية وزقت هوم هاي الدليفرز صار بالهوم لو بالهسبتال يعني بالبيت لو بالمستشفى لانو اكو انتو بتعرفون اكو بالبيت هما عادي ولادات الطبيعية تصير عن طريق دني الصحون هاي شنو والصحون هاي دني الجيبان بالبيت صحون هاي الحبوبة وذني المواردات القبالة يعني عادي الجيبان بالبيت او بالهسبتال سواها او بالحفوبة مواردات او بالبطوة تعالى او بالبطوة تعالى الى قواته او بالبطوة تعالى قواته او عملية قيصارية عددت الكاميرا صارت حامل وقلت ان المضاعفات مغانا تشونت هايبرتانش بسبب الحامل او بروتونيورا او برجنانسي ديوكيد هايبر بلايسيميا هايبر بلايسيميا دين راح تقول انه العمليات النورمال فاجينال ديريفاري صارت لك بالبيتش لو بالمستشفى والكاسرانسكشن وذا عندها هذي الكمليكيشن هذي الكاسرانسكشن بعدين اخر شيش راح تقول عدد الاطفال اللي بقى عايشين عدد الاطفال اللي ماشو حلو عدد الاطفال اللي ماتو عدد الابورشن الاجهاض مو ماتو يعني هما يعتبرون اطفال يعني بعدها هوا جانين بطلهم ما فايا ابورشن يعتبر ونبور اوف ستول بارث هاي بالنسبة للجينيكولوجيكال انت الباستير كالاو قالوا اليوم او هاية ساليهم عليها الميسترال الهيستوري الميسترال الهيستوري شرح يعني راح تسألي هنا الفيمال المينراتش عن اي عمر مثلا عمرها 12 سنة كانت اول مرة لو 13 لو 14 باي يوم بدت او باي عمر بدت عندها هاي شنو هاي المينراتش في شنو مينراتش هي ايج وين دا بيديوات ستارس فريقونسي فريقونسي هو هاي تكرار مالتها كلش قد بالشهر كل 28 يوم مثلا هي تصير كل 20 يوم كل 25 يوم تكون الريقلر لو الريقلر يعني مرات هي متضمة نفس اليوم يعني هاي حاسبت له ان كل 25 يوم مثلا تجيها حاسبت له هاي لو تكون الريقلر مو متضمة هاو ماني دايز دو no does it last يعني تستمر 3 يوم 5 يوم وهم 7 يوم وتزدق موت كمية الكل البلد هنا لنا فارحة تسألها عنها heavy or not يعني يكون متضمة كلشهواية لو يعني تمام هو normal لو هو loose تمام هاي كلها نتسأل عنها هل هناك أي تجلطات تجلطات أوليغمينوريا أوليغومينوريا الأوليغومينوريا هي براد أكورز إنترفيسا لانقردان 35 ديز أدور بينك شوف الأوليغ أخذناها بالأوليغوريا تورنا نقلنا أنه هي قلة بالإدرار إنما بالأوليغمينوريا هي قلة بالبرياد أما أقلة بالبلاد يعني من تجي هي رح تشوف رح يصير لانا لوس أوف بلاد وليغمينوريا يعني شون يكون لتل أموت أوف بلاد هي تشي لتل أموت أوف بلاد رح يصير أما هي يعني تسأخر عليها الدرجة أنه أكثر من 35 يم يلا تجي تعرفون يعني أكثر من 35 يعني هواي تمام تأخرت عليها براد أكورز إنترفيسا لانقردان 35 ديز وليغمينوريا وليغمينوريا مع أكثر من أموت أوف بلاد هاي من هي هاي أوليغمينوريا والأوليغمينوريا قلنا أنها مينوريا قلنا أنها ايج وين برياد ستارت هاي مينوريا أو الوصف من هنا برياد ستعرف كأيرا أologى ولين برياد ستارضلي إلي نهار فهرا هذا مينوريا وليغمين глуб Extreme في ٰبرير absolutely or during the period انها دو بين قبل او خلال الفترة ما للساكل قبلها او خلال نفس الفترة سوحولة ديزمينورية اما الامينورية هي اما برايمرية اما سكندري برايمرية برايمرية 16 سنة عمرها وبعدها ما عدها بريود هذي شنو تعتبر يسوحولها برايمرية يعني عمرها 16 سنة وما صارت لها بريود نهائيا فهذي تعتبر امينورية لان هي طبيعي ما بين 12 ال 14 سنة صارتها تمام انها مدة 3 شهور ما عدها بريود هي اوكي صارتها بريود طبيعية بس اجدت فترة انه خلال الثلاث شهور ما صارت لها نهائيا اوكي صارت لها سكندري امينورية تمام اوكي صارت لها سكندري امينورية يعني هي عادة هي طبيعية تجيها الميسترال طبيعية ومتظمة وهاي بس صارت لها انه خلال هاي 3 شهور ما صارت لها نهائيا ما اجدتها فهي شنو تعتبر سكندري امينورية المينا باس المينا باس هي فاينال سبولتونيوز ما صارت لها البيريود يعني انتهت انه هي تلقائيا رح تنتهي تمام تمام هو عادي تنتهي مينا باس يعني سنلي است من عمر ايثانك يعني 45 او 52 سنة بزارج جوه تمام رح تنتهي عندهم البيريود هذه المينطبس سن ياس Hilah full spontaneous plural period كلها يعني من الله تجي Post pada process generating Post pada process generating هنانة يعني انتهت عندها واكي راحت سن الياس منص صار عدها منباس والسن الياس وانتهت ويرسانة هاشو ايجرتها تبام فهنانة راح يصعدها espontaneous metro bleeding يعني تلقائي 1 year after the صارت عدها وراء السنة بعد ما صارت عدها مينا باص هالشي صحولها بوست مينا بواصر بلدنك يعني بلدنك بعد سنة اليابس صارت عدها تمام تريتميت هستوري راح تاخذها مرتين تريتميت هستوري اي علاج للكرونيك ديزيز يعني احنا مو حتين كرونيك ديزيز بالباس ميديكال تمام حسب لتريتميت تقول الادوية مالتا واشينا راح اتعدي لهن باشين راح تتشوي ياهن؟ ستذكر نوع هاي لدي اخذها تفعوا انه اكو استيرويد واكو هذي او كونان استيرويد فدني اتكروني يعني وهو على اغلب يعني مريض ما يعرفهن فان اقول دي بايشنس النال يعني او انا ما عرفين جزمون مريض ما يعرفين انا ما عرفين نفسي ازيان دواز مالتهم بس الدواز لا اهلا يعني ما قبل ايضا ما يعرفه تكتب ان هو شكم حبايا ياخذ باليوم تمام؟ او دواز مالتش قد ياخذ باليوم مثلا ثلاث حبات باليوم ثمان حبات اربعة طبعا هذا الني يفرق عندي ديكاتور يعني هو يقدر يعرفهم عن طريق دواز مالتهم تمام؟ بعشد قلة على حيث magistغي يتم اعتقادة عن انه يستمر فيهم أسبوع ثلاث ايام تصอนشو ومعا يستمر عليه يجذا واستمر عليهم عند راحة توصف المدكيشن والكوملينس انا دراج الارجي راح تقول حدو عده الارجي تمام؟ عده الارجي من الدراجات واذا قالك انو انا ما عندي دراج الارجي انت ما راح تكتب انو دراج الارجي لأترك تكتب اا دراج الارجي النام يعني راح تكتب انو اني غير معروفة لان انت الدراج الارجي ما تعرفها الا الا اذا شنوه هم يعني سووا الاكزامنينش ومدله الشخصات بنفسهم مشوفون اذا عنده دراج الارجي، وكان هو اصلا ما ما اخذ الدراج مصبقا وما يدرون اذا هو عنده الارجي من هذا الدراج تمام؟ هم عده هستوري من البلد ترانسافيوجن سواء كان هو نقل غيرة او نقل الى بلد ترانسافيوجن ماذا هي الاسباب اللي نقلوا للدم الى كم عدد مغلته كم عدد المغلتهن نسأل عن راديوثيرابي مثلا هو عنده راديوثيرابي راديوثيرابي متعرض الراديوثيرابي مسبقا فشان عنده مرض معين فسوله راديوثيرابي تمام فهذا اللي كلين بيتريتمات بريئ بيرسونال فاميلية و سوشيال هستوري هذا اخر واحد يا الله فاخر واحد راح تسأل عن المانات راح تسأل عنها من المضايا اذا هو متزوج حدد الاطفال ماتة اذا كانوا ميالز وفي مناسهم تقول انه عنده مثلا اثنين اثنين وثلاثة ميالز تحددهم بيشنس جابان ذا انكم او الناس تقول انه العمل ماتة الذكرة و تقول انه هو يكفي لو ما يكفي يعني ان سوفكينس لو سوفكينس بعد سموكيق هو يدخن باكيت باريير نا يعني ترى ما راح تذكر الباكيتات أو 없습니다 و يحب أنت كم باكيت تدخني باليوم اما أعتمد اило chat حانيT حسب اليهية ايضا حوني 20 ججاجه فانت تضرب يعني يقول انه انا داخلない باكيت تقول انه 20 سكارات مهي جغد لاسه باليوم الواحد تمام في مهي جزى تضربه في عدد السنين يعني قلية علي العدد orang سيفي جغد لاسه ستقسم الى عدد السنين ستقسم الى عشرين تضربهن في عدد السنين اللي هو توني يعني اش قاد صار له كم سنة لذلك هو تضربهن في عدد السنين تدخين مادة تدخين هو شون تحسب عدد شقائر على عشرين وان بدلا تضربهن في شنو في عدد السنين تمام؟ إذا هو مثلا لك انه انا يومي دخل عشر جقائر عشر من عددهن ومندت عشر سنين صار له فباكة باريير فور ذات بيشنت نشتور رح تقسم عشر على عشرين يطلع لك صفر بوينت ثنين صفر بوينت خمسة لحظة عشرين على عشرين مواحد على ثنين هو صفر بوينت خمسة فصفر بوينت خمسة في عشرين رح يطلع لك خمسة تمام؟ هيا هذا رح تقسم جقائر على عشرين وتضربين في عدد السنين رح يطلع لك خمسة تمام؟ الكحول إنتيك أمونت هيا بالنسبة لسموكينج شون تحسبها انت؟ الكحول إنتيك أمونت الكحول إنتيك أمونت و الكمية ماتة ياخذ هو يشرب كحول وتسلع من الكمية مالتها كحول إنتيك أمونت في أمونت فمهما يكون نحن الضبائي واجبنا عادي بشي عيب بيتس اندوميستيك انيماس البيتس مثلا يعني حيوانات عليفة وهي امور يعني حيوانات اللي عندهم بالمنزل ليف ان اوربان اور رورال ارياء هو عايش بمنطقة مثلا ريفية او مدينة بالمدينة العايش هم هو الهوم هماني رومز هاي مين يسألها محد يسألها بس عادي بس عادي يسألها يعني حالة الاجتماعية وأنا نقول لكم ان�� بلت اسألها عن البيت المات كم غرفة بيان كم cafe كم واحد عايش لك هل غرفة الحالة أول arbetsروجي؟ والتي لôt Bret بطاققين من قد لا عدد الغرف الناس اللي عايشين ببيت كم واحد عايش ببيت عدد الغرف يقدر ادخال بيه لانه الذهر يستطيع مزدحم معا. عدد الغرف الي من بيهر. ايضا او 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 ريفر. سألت عن ابو الم besonders أنهم ماز otro أعمارهم هل انت يتجع فهم اهم اتجع من عمرهم تتجع باش ما حال شديد اذا انك لا يتجعب سألت عن ابو子 ليس بأمسهم سألت عن أخوتي و أخوتي و أخوتي هل هناك أخوة في الجنسية هل هناك أخوة في الجنسية سألت لهم أن تكون أخوة في الجنسية هل هناك أي مصاجر مبكرة أي مصاجر مبكرة المطاعات والمبكرة هناك سألت عن أمراض معينة ومعجم مبكرة يبدو أن هناك سألت المحاضرة مع السلامة